مساء الخير كما في الترسيم على الأرض كذلك ترسيم حدود سياسية في السماء وفي الرحلة الرئاسية لتقديم واجب التعازي إلى دولة الكويت بوفاة أميرها اختبر الرئيسان ميشيل عون ونبيه بري أطول عقوبة من نوعها بتحملهما الإقامة الجوية كرئيسين متجاورين لست ساعات ونصف ذهابا وإيابا معا في الأجواء كحبيبين لدودين لكنهما التبعات تباعد الاجتماعي مع الرئيس الثالث حسان دياب وكان عون وبر مجبرين على فتح الخطوط الجوية والتواصل سياسيا إذ ليس لأحد منهما إمكانية فتح باب الطائرة والهرب على أن خلوة ما فوق الغيم لم تبدد السحوب الحكومية وأشاعت مصادر بعبدة أجواء النقاش وقالت إنه تناول المراحل المقبلة ودورة ثنائية الشيعي وطرح ميقاتي والمبادرة الفرنسية وأسماء الاختصاصيين وتجربة مصطفى أديب ولما سألنا عين التيني عن تفاصيل هذه الطروح أجاب المكتب الإعلامي للرئيس نبيه بري بأن كلام مصادر بعبدة أطول من الرحلة نفسها ومن يصغي المصادر يتفرغ أيضا لصوغ البيانات الرئاسية التي تطوف على سطح الدستور وتمسك بخيط من القانون وتلتف لتعود على التشريعات والقضايا وتحلل وتحرم في التوقيع وترتفع عن أرض المرسوم لترتطم بعبارات فيها مراسيم فردية وإسمية ومبدأية ومرجعية وكل هذا اللف والدوران مختصره أن الرئيس ميشيل عون يمتنع عن توقيع إعفاء بدري ظاهر وعلى اللبنانيين وذوي ضحايا المرفأ ألا يأخذوا توقيعه مسقطا عنه عبارة بي الكل ليكون حصرا أبو بدري والرحمة لمن رحلوا ولمن يسألون منذ شهرين عن نصير التحقيقات في انفجار المرفأ ولا يطلبون سوى أول الحقيقة لكن الرئيس وحاشية القصر ليس على كوكب بيروت وعون لا يوقع مرسوم إعفاء ثلاثة مديرين عامين ولا يحاسب مديرين ووزراء فاسدين إلا بعد أن يطمئن إلى سلامة بدري ظاهر هو المؤتمن على الدستور يحتجز التوقيع ويحتجز الاستشارات النيابية الملزمة ويعتقل التشكيلات القضائية منذ أشهر وفي انتظار فك الحجوزات فإن المحلة الأقرب هي تفاوض الترسيم مع العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وعلى توقيته فإن زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لواشنطن التي كانت مقررة في الرابع عشر من الجاري تخضع الآن لفحوص توسع انتشار كورونا في العاصمة الأمريكية وفي اتصال باللواء إبراهيم أكد أنه سيصدر بيانا توضيحيا في تفاصيل الزيارة التي ستشمل لقاءات رفعة المستوى إذا ما ثبتت مواعيدها وإذا كانت هذه الرحلة سوف تفتح على ملفات إقليمية دولية متصلة محليا فإن لبنان وسع من نشاطاته العسكرية حيث يستعد الأرمن للدفاع والذود عن الوطن الأم أرمينيا محور من برش حمود إلى ناجوني كرباخ أو بالأرمنية أرتساخ الغابة أو كرمة إله الشمس عند الأرمن القدماء هي الأرض التي تناديهم للدفاع عنها وهم الذين اختبروا على مر الزمن التركي معنى الإبادة والتشرد وانتزاع المدن فهل يطلبوا إليهم أو يطلبوا إليهم البطريارك الراعي غدا تطبيق الحياد فلأجل الأرض يخوض الأرمن حربا يتقدمها البطاركة ورجال الدين دفاعا عن أهل ومسقط رأس وضعت على مقصلة الإبادة الجديدة ترجمة نانسي قنقر